اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولله جنود السماوات والأرض وكأن الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن الله ورسوله وتعزله وتوقله وتسبحه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يرى الله فوق إيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسك ومن أوفى بما عهد عليه الله فسرق فيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهدونا فاستغفر لنا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم نضاع شيئا إلا راض بكم طرعا وراض بكم نحا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل تنطمى لا ينقلب الرسول والأؤمنون إلى أهلهم أبدا وزيين ذلك تقولون وقلنتم ظن السوق وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعطتنا للك أفرين سعيرا ولله في السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعد بمن يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغاهم لتأخذوها دروننا اتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله كنا تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يدقون إلا قليلا كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي رأسا شديدا تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولى بما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الآم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وهم يتع الله ورسوله كل جنات تجري من تحيى الأنهار وما يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله من المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعال بما في قلوبه فأنزل السكينة عليهم والثاب فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفة إيدي الناس ولتكون آية المؤمنين وإيديكم صراطا مستقيمة وأخرى إن تقدروا عليها قد أحاض الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى إليمات وإيديت معهم ببطن مكة من بعد أن أكفلتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن الناس جدا الحرام والهدي معكوفا أيام لغة محلة ولولا رجال مؤمنون والنساء مؤمنات للم تعلموهم وأنفطأوهم فتصيبكم منهم عرضوا بغير علم ليرقل الله في رحمتهم أي شاء لو تزينوا لأهدبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزر الله سيكون على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لفصدق الله رسوله يا أبي الحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يتعون خبضا من الله ورطوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التولاة ومثلهم في الإنجيل كذل عن أخرج شطأ فأعزال فقصة الله فقصة على سوء يعجب الزراع ليغضبهم والكفار وعاد الله الذين آمنوا وعجب الصالحات منهم مغفرة وأجرة بسم الله الرحمن الرحيم إنها فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم ويأصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أهزل السكنة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماء واحد والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوق وعليهم ذا أردت السوق وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله وتعزله وتوقله وتسبحوه بكرة وأصيلة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يقول الله فوق إيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسك ومن أوفى بما عهد عليهم الله فسرق فيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم الله شيئا إلا راض بكم طران ولا راض بكم نكعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل تنطمى لا ينقلب الرسول ولؤمنون إلى أهلهم أبدا وزيين ذلك تقولون وطننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للك أفرين سعيرا ولله في السماوات يغفر لمن يشاء ويعد بمن يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درونا نتبعكم يريدون يبدلوا كلام الله ومن تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يتقهون إلا قليلا كل المخلفين من الأعراب يستدعون إلى قوم أولي بأسا شديدا تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولى وإن ليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الآم حرجون ولا على الأعرج حرجون ولا على المريض حرج ومن يتع الله ورسوله كل جنات تجري من تحيال أنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله من المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ماك قلوب فأنزل السفينة عليه واثاب فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم والله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنه لتكون آية مننا وإيديكم صراطا مستقيمة وإخرى إن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى إليهم وإذية معهم ببطن مكة من بعد أكفلتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم وعن المسجد الحرام والهدي معكوف أيام لغة محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وأتطأوهم فتصيبكم منهم معرطوا بغير علم ليرقل الله في رحمتهم أي شاء لو تزينوا لأهدبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فألزم الله ساكمته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لفت صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفاء بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار ورحماء وبينهم تراهم رفق عن سجدين يتأوون خبضا من الله ورطوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التولاة ومثلهم في الإنجيل كزار عن أخرج الشطأ فأزار فقص الله فأستوى على سوء يعجب الزراء ليغضبهم والكفار وعاذ الله الذين آمن وعجب الصالحات منهما غفرة وأعجبه عظيم بسم الله المحمن الرحيم إن أفتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم ويا سورة الله نصرا عزيزا هو الذي أهزل السكنة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم ولله جنود السماع واحد والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ويكثر عن سيئات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوق ولله عليهم ذا أردت السوق وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله وتعزلوه وتوقعوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ينو الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفر مع عهد عليه الله فسرق فيه أجرا عظيما سيقول لذن يخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم نضاعي شيئا إلا راض بكم طرعا وراض بكم نقعا بل كان الله بما تعملون خبيرا فأتننتم لا ينقلب الرسول والأؤمنون إلى أهلهم أبدا وزيين ذلك تقولوا بكم وأتننتم ظن السوق وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للك أفريا سعيرا ولله الملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ولم تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يتقهون إلا قليلا كل المخلفين من العراب ستدعون إلى قوم أولي بأسا شديدا تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيع يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولى كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الآم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يتع الله ونسول لكل جنات تجري من تحيال أنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله من إذ بايعون تحت الشجرة فعال من ما في قلوب فأنزل السجينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم وظهر مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هادئ وكف أيدي الناس عنه ولتكون آية مننا وإيديكم صراطا مستقيمة وأخرى أن تقدروا عليها قد أحاب الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كان قائلهم وإذيتم عنهم ببطن مكة من بعد أغفرت عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أيام لغى محلة ولولا رجال منون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وانتطأوهم فتصيبك منهم عرّق بغير علم ليرقل الله في رحمتهم أي شاء لو تزينوا لأهد ابن الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزر الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لفصدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمننا محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل الرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار ورحماء وبينهم تراهم رفق عن سجد يتعون فضضا من الله ورطوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك تمثلهم في التولاة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شط أعزال فأستوى على سوق يعجب الزراع ليغضبهم والكفار وعاد الله الذين آمنوا وعجب الصالحات منهم مغفرة وأجرة عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم إنها فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة ويأصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أهزل السكنة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماع واحد والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار الخالدين فيها ويكفر عن سيئات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوق عليهم وغضب الله عليهم وعنهم وعد لهم جهنم وساء مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن الله ورسوله وتعزله وتوقله وتسبحه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله لأن الله فوق إيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عهد عليهم الله فسرق فيه أجرا عظيما سيقول لتن مخلفون من الأعراض شغلتنا أموالنا وأهدونا فاستغفر لنا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم نضاعي شيئا إلا راض بكم طرح وراض بكم نكعة بل كان الله بما تعملون خبيرا بل تنطم لا ينقلب الرسول والأؤمنون إلى أهلهم أبدا وزيين ذلك تقول بكم وطننتم ظن السوق وكنتم قوما بورا ومن لم اؤمن بالله ورسوله فإن أعطتنا للكافرين سعيرا ولله من في السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله كنا تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون وتحسدوننا بل كانوا لا يتقهون إلا قليلا كل المخلفين من العراب يستتدعون إلى قوم من أولي رأسا شديدا تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولى بما توليكم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الآم حرجون ولا على الأعرج حرجون ولا على المريض حرج ومتع الله ورسول لكل جنات تجري من تحتها الأنظار وما يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله من المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعالي من ما السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هادئا وكفأيدي الناس عنه ولتكون آية مننا وإيديكم صراطا مستقيمة وأخرى إن تقدروا عليها قد أحاف الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا له وله الأدبار ثم لا يجدون وليه ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى اليومات وهديت معهم ببطن مكة من بعد أن أغفرت معليهم وكان الله لما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم وأن المسجد الحرام والهدي معكوف الأيام لغى محلة ولولا رجال مؤمنون والنساء مؤمنات لم تعلموهم وأنفطأوهم فتصيبك منهم عرّت بغير علم ليذكر الله في رحمتهم أي شاء لو تزينوا لعنت ابن الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية فألزم الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لفصدق الله رسوله يا أبي الحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار الرحماء بينهم تراه رفعا سجدا يتوون فبضا من الله ورطوانا سيما وفي وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التولاة ومثلهم في الإنجيل كذل عن أخرج شطأ فأزال فأستوى على سوق يعجب الزراء ليغضبهم والكفار وعاد الله الذين آمنوا وعرجوا الصالحات منهما غفرة وعجرة عظيمة بسم الله المحمن الرحيم إنها فتحنا لك فتح مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم ويأصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكنة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم ولله جنود السماع واحد والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوق عليهم ذا أردت السوق وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله وتعزله وتوقله وتسبحه بكرة وأصيلة إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله بما تعملون خبيرا فأتننتم لا ينقلب الرسول ولؤمنون إلى أهلهم أبدا وزيين ذلك تقول بكم وطننتم ظن السوق وكنتم قوما بورا ومن لم اؤمن بالله ورسوله فإن عتدنا للكافرين سعيرا ولله الملك السماوات يغفر لمن يشاء ويعد بمن يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درونا نتبعكم يريدون يبذلوا كلام الله كنا تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يتقهون إلا قليلا كل المخلفين من العراء يستتبعون إلى قوم أولي بأسا شديدا تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليكم من قبل يعذبكم عذابا أليمة ليس على الآم حرجون ولا على الأعرج حرجون ولا على المريض حرج ومتع الله ورسول لكل جنات تجري من تحياء الأنهار وما يتولى يعذبه عذابا أليمة لقد رضي الله من المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوب فأنزل السجينة عليهم وأثاب فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم وظهما غانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذي وكف إيدي الناس عنه لتكون آية مننا وإيديكم صراطا مستقيمة وأخرى إن تقدروا عليها قد أحاف الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولينا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت بديلا وهو الذي كفروا إيديهم وإيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أغفلتم عليهم وكان الله ما تأملون بصيرا هم الذين كفروا صدوقهم وعندما سجد الحرام والهدية معكوف الأيام لغة محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات للم تعلموهم وأنفطأوهم فتصيبكم منهم معرفة بغير علم ليرقل الضاء في رحمتهم أي شاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزم الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمه كلمة التقوى وكان وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله وفيه بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعنا من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل الرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار الرحماء بينهم تراهم رفق عن سجد يتأون خبضا من الله ورطوانا سيما في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التولاة ومثلهم في الإنجيل كزرعا أخرج شطف آزر بسم الله بسم الله الرحيم بإدخل بإدخل المؤمنين ومثل المؤمنين بإدخل المؤمنين من أعراض ومثلهم شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا نقولون بأسندهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم نضاعي شيئا إذا أراض بكم طرانا وراض بكم نقعا بل كان الله بما تعملون خبيرا فأتنطم لا ينقلب الرسول والؤمنون إلى أهلهم أبدا وزيجين ذلك تقولوا بكم وأنطم ظن السوق وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعطدنا للكافرين سعيرا ولله الملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم التي أخذوها درون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ولم تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يتقهون إلا قليلا كل المخلفين من العراب يستتبعون إلى قوم أولي بأسا شديدا تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا قمة وإن ليتم من قبل يعدبكم عذابا أليما ليس على الآم حرجون ولا على الأعراج حرجون ولا على المريض حرج ومتع الله ورسول لكل جنات تجري من تحتها الأنهار وما يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله من المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوب فأنزل السجينة علي وثاب فتحا قريبا ومغالم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيم وعادكم وظاما غانما كثيرة تأخذونا فعجل لكم هادي وكف إيدي الناس ولتكون آية مننا وإيديكم صراطا مستقيم وأخرى إن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليه ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديل وهو الذي كفروا إيديهم وإيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أغفرت عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا صدوكم وأن الناس جدا الحرام والهدي معكوف الأيام لغى محلة ولولا رجال مؤمنون والنساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم تصيبكم منهم عرّت بغير علم ليرقل الله في رحمتهم أي شاء لو تزينوا لعهد ابن الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا بقلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزم الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين قصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل الرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار الرحماء بينهم تراهم رفعا سجدا يتغون فضضا من الله ورطوانا سيما في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التولات ومثلهم في الإنجيل كزرعا أخرج شطأ فأزر قصر على سوء يعجب الزراع ليغضبهم والكفار وعاد وعاد الله الذين آمنوا وعودوا الصالحات منهما غفرة وعجرة عظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم ويأصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكنة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماعة والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوق وعليهم ذا أردت السوق وغضب الله وعليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكأن الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله وتعزله وتوقله وتسبحوه بكرة وأصيلة إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله لأن الله فوق إيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسرقه أجرا عظيما سيقول لت المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهدونا فاستغفر لنا يقولون بعد سنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم نضاعي شيئا إلا راضبكم طرعا ولا راضبكم نكعة بل كان الله بما تعملون خبيرا فأطننتم اللي انقلب الرسول والأؤمنون إلى أهلهم أبدا وزيين ذلك قلوبكم وطننتم ظن وكنتم قوما بورا ومن لم اؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للك أثريا سعيرا ولله الملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم التي أخذوها درونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله كنا تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون بل كانوا لا يتقهون إلا قليلا كل المخلفين من العراب يستدعون إلى قوم أولي بأسا شديدا تقاتلون أو يسلمون فإن تطيعوا يأتكم الله أجرا حسنا وإن تتولى القمة وإن ليتم من قبل يعددكم مع ذاما أليما ليس على الآم حرجون ولا على الأعرج حرجون ولا على المريض حرج وميطع الله ورسول يدخلوا جنات تجري من تحت هذا الأنهار وما يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله من المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعال لماك قلوب فأنزل السجينة عليهم وثاب فتحا قريبا ومغالم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيم وعادكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هادئ وكف أيدي ويقرأ إن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليه ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله لتبديل وهو الذي كفى إليمات وإذية معهم ببطن مكة من بعد أكفلتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم وأن الناس جدا الحرام والهدي معكوفا أيام لغة محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لهم تعلموهم وأن تطأوهم فتصيبكم منهم معردهم غير علم ليرقل الله في رحمتهم أي شاء لو تزينوا لأهد ابن الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية فألزم وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لفتصدق الله رسوله يا أبي الحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدية تغون خبضا من الله ورطوانا سيما في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التولاة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطأ فأزال فأستوى على سوق يجب الزراع ليغضبهم والكفار وعظ الله الذين آمنوا أعجب الصالحات منهما وفراتا وعجب عظيم الله 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 سبحان ربي العلي العلى الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد حمدا دائما مع قلودك سبحانك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المشتقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا أرحم الرحيمين اللهم يا أرحم الرحيمين اللهم يا أرحم الرحيمين يا أمان الخائفين يا رجاء السائلين يا ربنا ورب كل شيء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعرنا ووصلنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم بركة برات المولد نبينا الكريم فبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الرحيمين آمين اللهم إنا نسألك بجاه نبيك الكريم وبجاه قرآن العظيم أن ترزكنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وكلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وهلالا طيبا ونورا صاطعا وأولادا صالحا وعملا صالحا مكبولا وتجارة لن تبور يا نور يا نور النور يا عالم ما في السدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور فنسألك يا ربنا توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراهة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعف عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار اللهم بلئ وأرصل ثواب ما كرانا وشرف ما تلونا بعد الكبول منا هدية واصلة إلى حضرة عبيبك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أرسلته رحمة للعالمين وشفيع للمذنبين ثم إلى أرواي آله وأصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليه مجمعين ثم إلى أرواي إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه مجمعين وإلى أرواي خدماء شرائعهم ثم إلى أرواي مثل أرباة المشتئدين آلام الدين وإلى أرواي مشايخنا في الطريقة النكشبندية العليا وإلى أرواي سائر ساداتنا وإلى أرواي أهل الخاججان خاصة إلى روح وعمل الطريقة وغوث الخليقة خاجة بهاو الدين النكشبند محمد الويسي المخاري عورة أستاذنا سلطان الأولياء عبد الله الدمستاني وإلى أرواي آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا أخوالنا وخالاتنا وجميع شهدائنا وغربائنا والمظومين السادات والشرفاء وقص اللهم عبدك المرحوم دروش فشا رحمة الله عليه رحمة واسعة وهم بكرمك السائر أهوات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب عامة نجمعين غير أرواي أهل العباب أهل بيتنا والصديقيون اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات العحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحمه أنت خير الراحمين واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم اللهم أيد الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والمواحدين بإظهار خليفة الله المهدي اللهم انصره نسلا عزيزا فافتح له فتحا قريبا اللهم اجعل لنا من لدوك وليا اللهم اجعل لنا من لدوك سلطانا نصيرا اللهم إنا نأولوك من الهم والحزن ونأولوك من العز والكسل ونأولوك من الجبن والبخل ونأولوك من غلبة الدين وقهر الرجال ونأولوك من فدنة المسيح الدجال ونأولوك من جهد البلاء ودرك الشكاء مسوء القضاء وشماتة العداء لحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم اصلي على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ترضي لنا بها جميع الحاجات ساهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها على الدرجات بلونا بها أكثر آيات من جميع الخيرات في آيات وواد الممات اللهم أصلي امة محمد اللهم اغفر امة محمد اللهم ارheim امة محمد اللهم احفظ امة محمد سلى الله عليه وعليه وسلم يا يا أرحم الر sme فافؤ لنا يا أرحم الر Serbia قفال الذنوب يا قديم الإحسان ويا مهي العظام ويا ستار العيوم ويا فتار القلوب اللهم اسقنا غيسا مغيسا هنيئا مريئا مريعا صحا عمّا طبقا دائما اللهم اسكن الغيس ولا تجعلنا من القانطين اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الأرض يا مغيس أغيسنا يا مغيس أغيسنا استجب دعانا وتضروانا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته وهو الولي الحميد فإنا لله وإنا إليه راجعون الحكم لله العلي الكبير وحسن الله ونعم الوكيل أسأل الله وسلم على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تكبل منا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا وصقنا وأصنع شأننا وشأن المسلمين بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة بحرمة من لا نبي يبعد على المسلم الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر